أنا وأنا في الصلاة أحيانا بتحرك كتير في الصلاة هل الحركة دي طبط الصلاة أم لا؟ وأحيانا الكلام ده بيكون في المسجد وأحيانا بكون في البيت إيه الحكم بالزبط؟ مسألة الحركة في الصلاة هي من الأمور المهمة جدا أن نحن ننتبه لها لأن الحركة دي أحيانا ممكن تحصل بعذر وممكن تحصل بدون عذر يعني ممكن تحصل بسبب وممكن تحصل بدون سبب الحركة دي ممكن تبقى حركة طبيعية مقبولة عرفا وعادة ممكن تبقى حركة زائدة عن المعتاد أو غير مقبولة عرفا ولا عادة حاجة غير عادية الحركة دي ممكن لو حد شاف الرجل اللي بيصلي وبيتحرك ده من بعيد يقول الرجل ده بيصلي بس يعني قاعد ايه يحك يده في جسده خط خطوة قدام أو خط خطوة وراء أو لقى فرجة في الصلاة كده فاتحرك خطوة أو اتنين عشان يدخل الصف ويسد الفرجة دي أو احيانا لقى واحد كده عايز يدخل من الباب وهو واقف في الباب بيصلي فجي متحرك خطوتين عشان يفتح مسافة أو يفتح مساحة أو يدي فرصة للانسان يمر خلفه ولا يمر من امانه فدي اسمها حركات عادية حركات طبيعية حركات مقبولة عادة وعرفا اذا رآها الناس لا يسميها حركة ولا يسميها بطلا صلاة لكن في حركة تانية بقى لو واحد شاف الانسان من بعيد يقول مستحيل ده يكون بيصلي ده اكيد بيهزر ده شكله كده بيمثل علينا ده شكله بيدحك ده شكله بيعمل نكتة أو يعمل مألب فكل ده الناس من خلال النظر تظن انه لا يصلي اصلا ومش بعيد واحد يروح يسلم عليه ويقول له هو انت بتعمل ايه هل ده اصلا تتساوى مع الحركة الاولى طبعا لا تتساوى اذا الصلاة مطلوب فيها الخشوع الصلاة عشان تكون انت من المفلحين والفالحين والفائزين لابد ان انت تخشع ومن الخشوع خشوع الجسد والاعضاء ربنا بيقول في القرآن قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وكمان العلماء يقولوا ان الصلاة لا يصلح فيها شيء مما يصلح قبل تجبيرة الاحرام والحركة الكثيرة او الخارجة عن المعتاد عرفا وعادة تبطل الصلاة وتصير الصلاة معها باطلة ويجب على الانسان انه يخرج من الصلاة في الحالة دي ويعود يبدأ للصلاة من اول تجبيرة الاحرام وتجديد النية وغير ذلك طيب ايه حد الحركة اللي تبطل الصلاة ده صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم واحد واقف في مسجد فتحرك خطوة او خطوتين او ثلاث واحدة بتصلي في البيت فرأت ابنها بيعمل اي حاجة والابن ده رضيع او لسه بيزحف على الارض ربنا يبرك في اولادكم فاخدت خطوة او تنل الامام عشان تطمن الطفل ده او تمنعه من مصيبة حيعملها او رأت شيء سيقع فوق رأسه فلاحقت نفسه وقت واخد خطوتين عشان تقف بين الطفل وبين هذا الشيء بحيث لا يضر هذا الولد فإذا هنا في ضرورة رقم اتنين الحركة هنا حركة معتادة عرفا وليست كثيرة يبقى في ضرورة ومعتادة عرفا وفي نفس الوقت ما فيهاش حركة كثيرة متوالية يعني مش بيمشي عشر خطوات وربعة مش بيمشي خمس خطوات متواليين بدون فارق في الزمن او في المدة فكل ده لا يفسد الصلاة ولا يؤثر فيها بشيء اما لو كانت الحركة طويلة او كبيرة او غير معتادة عرفا او زائدة عن الحد الطبيعي او حركات كثيرة متوالية خلف بعضه قاعد يهرش في رأسه ويهرش في جسم ويهرش في رجليه ويتحرخ خطوتين للأمام وبعد كده خطوتين للخلف وبعد كده خطوتين لليسار وبعد كده هب يبص فوق وهب يبص تاح ده مش صلاة ده لها بعيال ده واحد بيهزر وبالتالي دي صلاته باطلة ولا تصح ويجب عليه الاعادة عشان كده بقى كل ام في البيت عندها اطفال صغيرين ياريت قبل ما تدخلي في الصلاة تأمني اولادك كويس عشان ما تنشغليش بيهم وانت في الصلاة ياريت كل اب وكل رجل وانت في المسجد او في البيت او بتصلي في اي مكان ياريت تعمل تليفونك صامت ومتشغلش نفسك بالتليفون وتشغل نفسك باللي رايح واللي جاي انت في صلاة والصلاة دي يعني صلة بين العبد وربه صلة بين المصلي وبين صاحب فرضية الصلاة وهو الملك سبحانه وتعالى لو انت واقف قدام مديرك هتوقف انتباه وتبقى شدد جسمك كده ومعتدل فما بالك من الله رب العالمين مالك الملك والملكوت جل وعلا هو اولى بالاحترام والتقدير والتقديس والتعظيم خاصة في الصلاة التي يرفعك الله عز وجل بها درجات فياريك كده تركز في صلاتك واوعى تكون من السارقين واوعى تكون من حرمية الصلاة لكن لم نعلمه قبل كده من السارقين وحرمية الصلاة دول اللي بيخطف الصلاة بسرعة عشان يلحق الشاي اللي على النار او يخطف الصلاة بسرعة عشان يلحق الووتوبيس او العربية او يخطف الصلاة بسرعة عشان يرد على التليفون قبل الرنة ما تخلص ياريد تتقوا ربنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول اشد الناس سرقة الذي يسرق من صلاته قالوا يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته قال لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا القراءة فيها فيركد تبقوا مسلمين ملتزمين وموحدين بالله رب العالمين وتحفظوا على صلاتكم وبلاش المشاغل اللي تشغلكم عن الصلاة ياريد تزبط وقتكم قبل ما تخش الصلاة ياريد تفرغ نفسك قبل ما تدخل الصلاة عشان لما تدخل تقطع علاقتك بالدنيا وتقف بين يدي الله وتصلي صلاة مودع كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر نفسك ان هذه هي اخر صلاة وان الجنة امامك والنار من خلفك وملك الموت عن يسارك وخلاص هتدخل ابرك وتتحاسب يا طرى بقى هتبقى جاهز ولا مش جاهز ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة